المشروع يهدف إلى تحسين ظروف المعاشية للمجتمعات الرفئية في الوحاة البحرية من خلال تعزيز الإنتاج الزراعي للمحاصيل التقليدية مثل الزيتون والنخيل والمشمش والرمان حيث تمثل هذه المحاصيل أهمية كبيرة في منطقة الوحاة البحرية سواء على المستوى الاقتصادي أو المستوى الاجتماعي مهندس رؤوف كمال أمين عام جمعية خبراء العلوم والتكنولوجيا في مجال الزراعة عندنا مشتل بيتم فيه استنباط وتجربة الأصناف أو السلالات الزراعية الجيدة التي تجود في هذه المنطقة مية الرأي تم إضافة وحدة معالجة للعناصر الزائدة في المياه وعلى رأسها الحديد والمنجنيز من وحدة معالجة بتعتمد على استخدام مايكروبات أو طحالب معينة بتتغزى على كل من الحديد والمنجنيز هناك متبقيات زراعية باستخدام بقى التقنيات إن كيف أن تحول هذه المتبقيات الزراعية إلى سمات طبيعي تستغني بيه عن استخدام الأسمدة الكيموية في آلات أو معدات لفرن المخلفات الزراعية ثم معدات لكابسها ثم معدات لتقلبها إلى أن يتم تعبئتها في المرحلة أخير تصنيع منتجات المحاصيل اللي احنا بنتعامل معها سواء البلح أو سواء الزتون أو المشمش أو الرمان خط تصنيع البلح تصنيع البلح ده خط تقليدي لكن كيف أن ترتب أموره لكي يتعامل مع نوعية معينة من البلح اسم سعيد أحمد كامل وظيفة مدرب على صناعات منتجات النخيل تدريب على الجريد وتدريب على الزعف بتاع النخل بالنسبة للجريد ده لي أشغال كتير جدا بالنسبة للجريدة نفسها إما بتخش على مكنات تتربع وتتعمل خونتر أو بتتعمل نوع من الكراسي أو من الترابيزات أو فصل الجريد اللي هي العادية اللي احنا نعرفها كله بالنسبة للقلب بتاع النخل الزعف والبيضة فدي اللي بتتشغل بتتاخد دي عشان لينة فبتتعمل منها الشنط والبرانيات تستخدمها بقى سواء للتصدير أو لسوء المحلي اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر